السلام عليكم مرحبا طلاب طب الفلوجة العزاء وياكم نستاذ جراقي الاسلام طالب مرحل السلام بكلية الطب جمعة بغداد واليوم رح نحل الاسئلة محاضرة نبدي حانين بالسؤال الاول طبعا اعودكم على شغلة من تبدي تريد لك تحل سؤال حاول انه بالبداية تقرأ السؤال كله حتى تتهم الفكرة وبعدين نبدي يقسمه شلون نحن نعرف نحن نعرف نحن نعرف نحن نعرف نقطة الارتكازة تكون بالنس والوزن يكون بطرف والقوة والعضلات تكون بطرف اخر نلاحظ مثل هذا المخططة نحن نعرف نحن نعرف اللي هي تكون حتى تبقي الراس تابت حتى تبقي الراس وزن الراس وزن الراس ما دامنا نحن نمثل الجسم في حالة اتزان اذا مجموع القوة المؤثر على الجسم تساوي صفر يعني اذا جمعنا W زاد M زاد F رح يسردنا صفر طبعا بما انه ال M و ال W متجهات نحو الاسفل فرح يكون رمزهم سالب المفروح يعني وال F يكون رمزة موجب ف بالنتيجة رح يكون مجموعهم صفر زين اضافة انه بما انه احنا في حالة اتزان ايضا سيكون مجموع العزوم يساوي صفر يعني عزم القوة اللي تجيب الراس للأسفل اللي هي القوة اللي تجر الراس لورا لازم يساوي العزم اللي تجر الراس لقدام العزم هذا العزم الدوراني لازم العزمين ايضا متساوية لازم العزمين ايضا متساوية مدام احنا في حالة اتزان هي شنو الاشياء اللي نعطنيها بالسؤال يعني النقاط لو نلاحظ الاشياء اللي نعطنيها بالسؤال مركز المركز نقطة F هي القوة مال الفقراء المركز المحور مال القوة هي F والبعد بينها وبين ال W هي ثلاثة سنتيمتر يعني بينها وبين مركز الجاذبية center of gravity وبينها وبين المصل اللي هي القوة اللي تجر الراس هي خمسة سنتيمتر جيد يقول لك هذا يقول لك هذا يقول لك وزن الراس هو ثلاثة كيلوغرام تقريبا والويت مال الراس يعني ما يعادل الويت ماته حسبوها تقريبا حسب لك انه التعجيل الارضي تسعة بوينة ثمانية فيصر ثلاثة فيتسعة بوينة ثلاثة ثلاثة نيوتن يقول لك احسب F و M زين احنا حسب F و M هنا زين يقول لك انه اول شيء داريت نحسب الماس ثلاثة كيلوغرام انت حاول تطلع المعطيات ماتك لتفيدك الويت هو ثلاثة نيوتن البادي انو كوبيليري مثل ما قلت لكم فلذلك مجموع اللعزهم يساوي صفر فلذلك عزم M عزم القوة M يساوي العزم القوة W صح لو لا عزم القوة M يساوي عزم القوة W زين نعرف العزم هو يساوي القوة في ذراعها العزم هو القوة في ذراعها عزم القوة في ذراعها لقائنا انه القوة هي W فذراعها راح تكون ثلاثة سنتيمتر العزم هو الوزن هو W وذراعها ثلاثة سنتيمتر والقوة M وذراعها خمسة سنتيمتر احنا عدنا M مجهولة واحنا دريدها والباقي كله معلوم عدنا فراح نطلع مجرد تعويض مباشرة نعوض M و نعوض W فيطلع عنا M 18 نيوتن عزم و نعوض W نعوض R العزم فبس و تبقى مجهولة و نطلع قيمتها و هل نطلع قيمتها و بعد شغل لدينا قيمة F و هم تلقي القوة المسلطة من الفقرات و على الفقرات تقريبا و نقول لك القوة التي حصل على الفقرات و ما سنحن نحسن يقول لك مجموع قوة 0 مجموع كل القوة هو 0 فمثل ما قلت لكم انه اذن الاف ساويني ام زائد دبليو والام اصلا بضبط احنا قلنا انه اصلا هي القانون يبدي لازم اف زائد ام زائد دبليو ساويني صفر سوف نحويلها سالبة وهي اصلا سالبة يعني الام والدبليو المفروض تكون اشارتها سالبة ستقوم بتقوم بناءه اصلا بشكل سالبة لكن ستتقوم بتقوم بتقوم بناء الأصلا بشكل سالبة جميعا انحولو بشكل سالب فنحولناها انها موجبة فنحن نرى انصلا بشكل 0.40 يوتن وكما تكفيرنا بشكل سالب القانون يقولون إن الاستطاع في الأمسك المفروضleg بشكل سالب و سهل بأربعة متر تربية لاحظ لأنه عندك سهل بالمتر نعطيك هذا المساحة مال السيرفر كالبرتبرة السيرفر كالبرتبرة المساحة مال هاي خاصة بالكياء خمسة في عشر أسهل بأربعة متر تربية يقول لك حسب الستراسي اليونت ماته نيوتن على متر تربية مجرد تطبيق مباشر ما يجب أن تظهر القوة هاي هاي هالقوة مسلطة على الفقر فسنح بـ تحسب لئلقوة مسلطة عن الفقر وتعوضها تظهر لك ستراسي hook او فعلى الان أقرح فتحسب 48 نيوتن على خمسة في عشرة سالب أربعة فرح يطلع لك السترس اللي هو مثل القوة الضغطة اللي ساير على الفقرة هي تقريباً 9.6 في عشرة سالب أربعة نيوتن على متر تربيع نجي للك الفرق C الفرق C بيش عمتروب الفرق C يقول لك How does this stress compare with the rupture فرق C يقول لنا انه شو ننقارن بين هاي السترس مالتنى موجودة هسا وبين وبين الضغط اللي ساير يعني الأقصى ضغط تتحمل الفقرة وراها تنكسر نعرف انه اوجه ضغط بعد ما تتحمل الفقرة وراها تنكسر وهو ذاكر الكيه هنا 1.1 في عشرة السبعة وبعن ضغط الفقرات يختلف عن العظم العادي من هي عبارة عن فقرات هي فقرة هي مو عظم عادي ولذلك ما رح تتحمل بسهولة قوة التحمل مالتها هي 1.1 في عشرة الساق أو السبعة نيوتن على متر تربيع زيان وإحنا عدنا السترس اللي هي سطلعناها لقد فيقول لك قارن بيناتهم قارن تغير من هو هذا السترس سطلعناها 6.6 في عشرة ساربعة يعني صراحة المفروض المقارنة يعني مفتهم لشن يقصد بالمقارنة يريدي أحسب الراشيو مثلا اللي هو هاي لكن من الانسر اللي وخال الكيا صراحة هو الانسر مطلع بالضبط بس أنا أعتقد يريد في طرح مثلا نطرح يعني شوف شغيد الفرق بين إحنا السترس اللي محقم اللي ممسلطي وبين السترس اللي موجود يعني اللي ممكن يكسر الفقرة فأني صراحة ما أعرض الضبط شوان فرأسي يريد من أتكم الدكتوري الحال لكن اللي أتوقع يريد طرح أنا ما حليتها لمضى العلينات الصحيح صراحة لكن باقي الأسئلة سنشوف شوان حليناها زين قدنا السؤال الثاني يقول لك The disk is In the spinal column Can we stand as a stress force per unit area احنا قلنا انه الديسك يقدر تحمل 1.1 في 10 7 نيوتن على متى تربية before they rupture قبل ما يتمزقون إذا كان The cross-sectional area of your disk هي 10 سنتيمتر تربية لنفرض انه انت مالتك الديسك المساحة السطحية ماتة 10 سنتيمتر تربية ركز بالوحدات كل شوان What is the maximum force that can be applied before rupture takes place السؤال يقول لك جاءت اقصى قوة ممكن تصير تتسلط على مالتك الفقرة وبعدين تنكسر زين لاحظ انه دا يطلب شنو دا يطلب القوة دا يطلب force هو نعطيني stress هو نعطيني stress و نعطيني مساحة و دا يريد من عندي force يعني تطبيق مباشر هو قانون stress تطبقه قانون مباشر دائما نحاول تخلي المعطيات الناطقية هنا نجمعها حتى تفتم تنضيك فكرة مهمة عنه حتى اذا انت مدفتهم شنو السؤال مدفتهم شيريد امن المعطيات مرات تتذكر القوانين وتقدر تربط وتفتهم وتعرف شون تحل فلذلك هو نعطيك stress هي 1.1 في 10 سبعة هذا قال لك بهذا stress من وصله رح يتمزق الفقرة وهي الفقرة جقد مساحة سطحية مالتها 10 سنتمتر تربيع لاحظ لي شغله stress مالتنا هنا بالمتر تربيع والarea مالتنا بالسنتمتر تربيع اذا لازم احول الarea الى متر تربيع لازم السنتمتر ده هو من يغلطون من تحويل السنتمتر تربيع الى متر تربيع اولا نفس تحويل السنتمتر العادي يعني لازم خلالنا خلالنا نشوف العملية شون تحويل اذا انت عندك 1 سنتمتر احنا نعرف بالاساس هو المتر يسوينا 100 سنتمتر خوش حاتي واذا تريد تحول نزغي اللي تشيبية لازم تقسم يعني من تقول انه احول 1 سنتمتر الى متر فلازم يقول انه 1 سنتمتر يسوينا 1 على 100 متر صحيح لو لا 1 على 100 من المتر زين او بما معناه يسوي 10 السالب 2 متر زين اذا كان 1 سنتمتر تربيع فانا رح ارفع تربيع للطرفين ارفع تربيع للطرفين طبعا الواحد يرفع تربيع هي واحد تربيع يقى واحد سنتمتر يرفع تربيع اللي هو يصبح اية تربية سالب ثانيا سننظر في ثانيا so 10 سالب ثانيا سيطلع سالب اربعة 1 سنتمتر ثانيا سنجد لربعة م Fantasy الساس detriment 10 سنتيمتر تربيع تصبح بالضبط انه تروح 0 وهي غاية العملية فتصبح بالضبط تصبح عندك 10 سنتيمتر تربيع 10 سالب 3 متر تربيع حسنا حولنا المساخة اذا المساخة السطحية مال الفقرة هي 10 سالب 3 متر تربيع سترس نعرف القانومات هو 1.1 في 10 سبعة نيوتل على المتر تربيع منعرفها والليدي من الادنى والمساخة هي 10 سالب 3 متر تربيع اذا الفورس رح نجيه بالاطرف مننا واطرف مننا مجرد الطرفة في وسطين رح تطلع لك الفورس هي 1.1 في 10 س 4 وهي نفس المعطاية بالسؤال اذا ترجعون طبعا مفرد نكتب نيوتل هنا السؤال الفرق الثاني من السؤال تركي شوية لازم تركز حتى تتهمها بديكدار تعرف تحلها بش طريقة صحيحة وين سؤال ثاني اه يقول لك انه يقول لك افترض انه الضغط اللي صار على الدسك في التواصل على الدموت شوف هنا نقطة شنو معناها الجسم نقطة الدموت معناها الوزن معناها المنتصف وزن الجسم يعني إذا أنت وزنك 70 كيلو إذا أنت وزنك 70 كيلو هو هذا الوزن المثالي تقريبا المثالي تقريبا 70 كيلو هو الوزن المثالي فأنت نص وزن جسمك هو المسلط على السنتر فالدرافيدي لمثل 35 كيلو تقريبا 35 كيلو داتري تحولها للنيوتن هي تقريبا نقول نفترض 9 بـ 8 نحن نعرف القوة تساوي الكتلة في التعجيل فنقول أن 35 في 10 تقريبا اللي التعجيل نعتبر عشرة فتصبح تقريبا 350 نيوتن افتهمنا يعني نص وزن جسمك رح يكون مسلط على ذيك النقطة اللي هي سنتر فالغرافيدي اللي هي 350 نيوتن زيان على هالأساس السحنة افتهمنا أنه إذا أنت وزنك 70 كيلو بنقطة سنتر فالغرافيدي رح يكون وزنك بالضبط الوزن 350 نيوتن يقول لك فأحسب أنه بهذه اللبول of the center of gravity of your body when you are standing vertically after the stress رح يكون من أنت واقف من تواقف على رجلك بهاي الحالة رح يكون السدرس أنت سرح تكون هو مناطين الفورس ما نحطلعها هو قلت لك مفترض أنه إنسان وزنه 70 كيلو مفترض وهذا الإنسان قلت لك نص وزنه فنعتبر الوزن هو 350 نيوتن الاري احنا حسبناها وطلعناها قبل شوية الاري هي 10 سالة طبعاً أنا رح أدزلكم المحاضرة وخال لكم شرح يعني خاف واحد مش عارف محاضرتي أنا خال شرح بسيط للحشي اللي هسا حجيت لكم أريا 10 سالة ثلاثة هي المساحة زين أنت اللي عرف السدرس هو يعني أنا كتابة هنا أنا ويت على أريا هي فورس على أريا نفس الشي لأن الفورس ونفس الويت ركز الوزن يختلف عنها الكتلة الكتلة هي شي ثابت بالكيلوغرام ويسوي 350 في 10 سالة على 10 سالة ثلاثة ويسوي ثلاثة بين 5 في 10 سالة خمسة وهو نفس الحل ما للسؤال اللي هو نعطيني في الرابط same what type of situations might the body experience where the stress on this vertebra would be much larger in the other أقول لك شنو أنواع situations اللي ممكن تخلي شنو المواقف اللي تخلي الضغط اللي مسلط على الفقرات أكبر هواية من النقطة B بالنقطة B أنت واقف عدل من واقف عدل الضغط المسلط على الفقرات ما رح يكون عالي لسه ترسل المسلط على الفقرات ما رح يكون عالي شو وقت رح يكون عالي هذا جواب أنا جبت لكم من المحاضرة نصا من المحاضرة نصا يقول لكم when the body is bent forward at 60 degree يعني من يكون الجسم مائل درجة 60 درجة and there is a weight of الفكرة الفكرة أفك من هذا الحاجي أنا رح جاب لكي الفكرة الفكرة أنك إذا أنت ملت صار عندك bending forward كل ما تميل أكثر كل ما الضغط اللي يصير على فقراتك أكبر لذلك يقول لك أنت من يشيل تقل من القاع لا تنصي لا تنصي عليه لا انزل بكل جسمك انزل عليه انزل وشيل من القاع وقوم انزل برجلك يعني لا تنزل بظهرة كيش تنصي لأن إذا تنصي أو تدنج مثلا ما نقول راح فقراتك تتأذى الوزن اللي على فقراتك كل يزيد كل قوة الضغط اللي صاحرة على الفقرات من الظهر راح توصل تقريبا 3800 نيوتن وهي كمية شبيرة 1800 نيوتن الضغط راح يصير على فقراتك وانت تدشيل تقريبا وزن 225 نيوتن بيدك زين اللي هو تقريبا 20 كيلو تقريبا 20 كيلو أو 25 كيلو بالضبط 25 كيلو تقريبا فانت بس الضغط اللي على على فقراتك يوصل تقريبا 350 كيلو 370 لا اكثر اكثر 380 كيلو يعني 400 كيلو تقريبا لانت عندك 380 نيوتن 3200 نيوتن فعني الضغط المسلط على فقراتك كلش عالي كلش عالي it's not surprising that lifting heavy wave heavy objects incorrectly is america of low back طبعا هذا مو جواب يعني مثالي سواء جواب يفهمك بلس اذا تكتب المتحان مو غضط صحيح it is known that the human السؤال الثالث حسا يقول انه السؤال الثالث which is known that the human biceps can produce a force of approximately 2600 نيوتن why can't you pick up an object with your hand which ways 2600 يقول لك انه اليد ممكن او biceps عضلت اليد مو عضلت اليد ادها قوة انه تقدر تطلع لقوة 2600 نيوتن ليش من تخلي فتوزن بايدك يعاد 2600 نيوتن ما تقدر تشيل ليش معنى هذا نفس القوة اللي تقدر تطلع من ايدك الفكرة انه القوة اللي تطلع من البايسيبس مو كلها توصل وتقدر تشيل الوزن مو كلها او جزء من القوة نسميه ضيع بالمفصل او جزء من القوة يضيع بالمفصل صار عن طريق ضيع المسافة وهذا يسموه بالضبط ال ويست او او يسموه ال او يكون القوة المسلطة بالمفصل لذلك احنا من نحسب من جموع القوة نحسب الوزن اللي بلئيت وقوة العضلة والقوة اللي صار بالمفصل ثلاث قوات عندك القوة الثالثة ثلاث قوة شو انت ثلاث قوات فالقوة الثالثة هي تكون ضايع بالمفصل وهي تقلل وهي تعاكس تعاكس قوة البايسيبس تعاكس قوة اللي تضيع بالمفصل زين السؤال الرابع يقول لك انه اوه شخص وزني 50 كيلو غرام ديقموس jumping from a height of 1 متر is a traveling at طبعا القمزة ماتت كانت بسرعة 4 ديقموس مترة بسرعة 4 متر على ثانية قبل ما ينزل للقاع سببوز the person lands افترض انه الشخص وقع فت بحيث انه توقف خلال 0.2 ثانية اوش حش توقف خلال 0.2 ثانية احنا من تقرأ stops اعرف ان السرعة صارت 0 السرعة صارت 0 ازيان الدي طبع من عندك السؤال هو what maximum decelerating force will be experience اش قد هي اقصى سرعة التباطئ رح تصير ازيان احنا نعرف حتى نحسي قوة التباطئ فانت حتى تحسب قوة التباطئ نعرف القوة هي معدل التغيير مع المومنتم والمومنتم هو معدل التغيير مع المومنتم حتى نكون ادق يساوي ان تغيير معدل تغيير الزخم تغيير بالزخم شي ساوي ان الزخم بعد الحدث و قبل الحادث اذا حادث بعد ناقص القبل احنا شنو الاشياء نعطينا نعطينا الماس الكتلة و نعطينا التغيير بالزمن ازيان اذا نريد نعوضه هو نعرف ان الزخم يساوي الكتلة في السرعة زيان قدنا الكتلة في السرعة اثنية ناقص الكتلة في السرعة واحد بعد الاستدام قدنا انه مومنتم افتر امفاكت الزخم بعد الاستدام اذا هو يساوي كتلة في السرعة بعد الاستدام بعد الاستدام الجسم كان السرعة صفر توقف الجسم توقف في السرعة صفر مجرد مجرد تضرب الكتلة 50 في السرعة صفر ستنقص من الزخم قبل الحادث المومنتم بفور امفاكت الكتلة 50 والسرعة كانت 4.4 تضرب هم ستطلع لك هنا ناسي اخلي سالب change momentum لازم نكون سالب 220 كيلوغرام على متر في سالب الفورس هو change in momentum تقسيم delta t لن نريد change in momentum لا المطلوب السؤال هو القوة اذا توصل هنا تأخذ نصر درجة لازم تكمل و تطلع الفورس الفورس تساوي 220 على التغيير في الزمن سالب 220 على التغيير في الزمن اللي هي 0.22 والنتيج سالب 1200 نوتن السالب السالب اشارة تدل على اتجاه القوة تباطئية قوة تباطئية ديسل رايتنج باسمه مضم قوة تباطئية واتجاه لذلك تعتبر سالب 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 يقول لك السؤال الخامس درايف اكتب المعادلة واحد مال الان ومال دلتو مصال سيستم ها طبعا تلقوها بالمحاضرة اكون مخطط كامل وهو مطلعين من عنده القوانين ذني هي اول شي دي ساوي لك طبعا هاي شنو مال التبكة الان مال التبكة الان اللي راح تكون الابعاد ما نتحب سبعين كيلو الوزن المثالي سبعين كيلو ومن تحول النيوتن اعتبر التعجيل عشرة لا تعتبر تسعب الاثماني راح يتعب بالحال خلي عشرة مشي بس إذا نطاك وزن لا هذا كلوقت واحد هنو ندي يطلب من عندك المعادلة مال الدلتو ومال ال آرم وهي مجودة بالمحاضرة نصا وقو عليها مخطط تقدرون السؤال السادس يطلب المعدل التسارع المثالي صراحة الآن هذا موضوع جديد علي مثل ما هو جديد عليكم حاولت افتهم و اوصل لكم الفهم حتى اكون صريح معكم ال راديوس هو اكتر في طبعا بما هذا الموضوع ما يفيد نا ك أطباء قليل يعني ما تحتاجه بس كمختبرين يفيد عقب السنتر في وجود و ما يساون الدورات مات او او اي احنا ندز تحليل بس ما ما نهتم منه سرعة الفر من التحليل اللي إذا انت اختصت طب كيميا او طب العلاقة بالمختبرات طب و اختبر فهو ممكن تحتاج اشياء زيان بالنسبة لدي يقول لك شو المعطيات اللي عندك يقول لك احسب التعجيل و اذا كان الرادياس من تنصف القطر هو 22 سنتيم و دورة بالدقيقة والتعجيل الارضي نحن نعرف 9.8 متر عم السيكن تربيع التعجيل من التعجيل من التعجيل و نحن هو نعطيك القانون مات السؤال و نعطيك بالمعزمة موجود وسأوينك طبعا هنا هنا اكو رموز pi مطلعت بالبرنامج الذي استخدمه ببساطة انت تعرف pi النسبة ثابتة فكتب تلكم pi تربيع لانه effective acceleration يسأوين اربعة مضروبة في pi النسبة ثابتة تربيع مضروبة في f f هي عدد الدورات بالثانية الواحدة عدد الدورات في الثانية الواحدة طبعا هنا هواي اشياء انت لازم تحولها انت هواي اشياء لازم هنا تحولها لماذا اول نعطيك النصف القطر نعطيك radius بالسنتيمتر انت لازم تحول للمتر نعطيك عدد الدورات بالدقيقة الوحدة round per minute وانت لازم تحول لالsecond لانه هو اصلا التعجيل هنا بالsecond وهو اصلا الاف يمثل عدد الدورات في الثانية الواحدة لازم تحول هذا 3000 يجب تقسم على 60 3000 تقسم 60 يطلع 50 هاي ها النقطة ثاني اقضعت الفكرة عليكم وانا القانون خرج عليكم يقول effective acceleration يساوي 4 في pi تربيع في f تربيع الاف هي round 50 per second طبعا هذا اعتقادي ممكن هذا السؤال يكون بخطئ لكن اعتقد هو يكون صحيح لانه صراحة نستقريت الموضوع وحليت بناء على فهمي ما مر عليه موضوع قبل سابقا انتم شب من وحيدين موضوع هاي تفاصيل دقيقة باقي الكليات الذكر هنا موضوع بس مو بتفاصيل هاي تحساب ويجلع موضوع باقي نحن نعرف النسبة الثابت تشغيل هي 3.14 لكن من ترفع تربية ستطلع لك 9.8 3.14 من تربع ستطلع لك 9.8 نحن نعرف القادمة كل تربية عندك الفهم تربية تربية 50 تربية انه يطلع لك 2500 per second تربية الار هي 0 لازم تحول لها قلنا الار هي الار اصلا 22 إذا نأخبر تركي اتخبر الأربعة ثم نجم النسبة الثابتة هي pi ثم نجم بالامتحان حاول ترتب حل ترتب حل ترتب حل ترتب حل لاتق محبت تعرف مجرد كتابتك للمعطيات في السؤال طبعاً تطيق درجات. حتى خافة ما تعرفت حل شيء. انت تكتب المعطيات. حاول توصل الى الحل. اكتب قانون اكتبه شيء. حتى اذا ما طلعنا التشك صحيح سينطيق درجة. فأسألنا جاء نكمن. ها قلت لكم تطبيق مباشر. مجرد دقها بالحاسم يطلع لك هذا الرقم. واحد وشين الف خمسمية. متر على سكن تربيع. وانا اعمل ان هذا الرقم صحيح. ما متأكد من عندي. اما هذا السؤال فمتأكد من عنده 100 بالمية. شوفوا الاسئلة المتأكد من عندها 100 بالمية حتى ما اغلطكم. السؤال السابع 100 بالمية متأكد من عندي. السؤال السادس مو كلش متأكد. بس يعني هو هذا القرية وافتهمته بهذه الطريقة. هذا السؤال الثالث 100 بالمية. السؤال الثالث هان سؤال الثالث هان سؤال الثالث هان سؤال فكرته هو نظري يعني. هو فكرته. هو فكرته انه لازم تفتهمه اكتر شيء. لازم تعرف شو نتوصله. انا صراحة مكتبت لك هوايا شو نتوصله. يبقي كل دكتور هو طريقته يعني ما عرفوش شراح لكم صراحة محاضرتكم قرأتها. يعني بالتفصيل. لا. مجرد رأسي جيتا حلل الانسلة. فأنتو دكتوركم مش كاتوا لكم بالمحاضر عن هذا الموضوع. بس هي بتضبط الفكرة ما لاته انه انه انت افتهمتها من عندي. القوة لقضي عم المفصل. وعدك السؤال ياهو البعد متأكد. هذا السؤال متأكد من عنده ايضا. السؤال الثاني متأكد من عنده. السؤال الاول ايضا متأكد من عنده. بس السؤال الاول بفرع سي. هان شرحت لكم ياه شو ما فكره ما. يعني ممكن شون ينحل. هان شرحت لكم ياه. وانما قلت لكم ما اقدر. يعني ما اعرف. ما اعرف شريت بالضبط. شون يعني كمبير. شون قارن يعني قصده. اما الفرع اي وفرع بي فرحل مية بالمية صحيح. واعتمدوا عليه. زين. نرجع للسؤال السابع والاخير. يقول لك توقع انه او افترض ان القوة على الفورهيد هي. بالفقرة 14 هو رأس منكم ياه. دور عليه. بالفكرة من هذا السؤال انه عندك رأس يتحرك. انت واحد يتحرك رأسه. هو ديمشي. وراسه يتحرك قوية. فانضرب بالفورهيد. فالفورهيد هي جبهة ماتة. طبعا اي اقول لك انه وزن رأسه. الماسم من الهيد هو 3 كيلغرام. الفلوسيتي اللي كان ديمشي بيها هي 15 متر على ثانية. وكان وصدهم بفاد داش. فاد يجي. فاد شي موجود. فاد داش يستخدم بفاد داش. فاد داش يستخدم بفاد داش. طبعا ان كان ليسوق سيارة الظهر. لانه بد داش مال السيارة. فانصدهم بي. وكان يعني. الوقت 0.02 ثانية. كان الوقت التغير بالزمن 0.02 ثانية. مثل ما قلت لكم انت خل المعطيات. الكتلة هي 3 كيلغرام. السرعة هي 15 متر على ثانية. والتغير بالزمن هي 0.02 ثانية. الفورس هي تمثلك rate of changing momentum. معدر التغيير بالmomentum. هو يقوم لك الmomentum after impact. ناقص momentum before impact. زخم بعد الحادث. ناقص زخم قبل الحادث. ويساوي لك انه change in momentum. يساوي لك الزخم الكتلة. يعني. الكتلة في السرعة ثانية. ناقص الكتلة في السرعة واحد. اللي يمثل من السرعة. يعني بعد الحادث ناقص السرعة قبل الحادث. ونحن قلنا ما دام توقف الرأس. فرح يكون السرعة صفر بعد الحادث. ستضرب انت ثلاثة في صفر. ناقص ثلاثة. سالب 45 كيلوغرام. في متر كيلوغرام. في متر آلة ثانية. ونحن ننسوها نفسها قبل شوي. نفس الفكرة. اي. ازيان. اه. ازيان. ازيان. الفورس يقول لك. تطلع الفورسي 45. يعني الفورسي. ماذا تحسبها انت. الفورسي تحسبها انت. تقسيم التغيير في الزمن. فانت راح تقسم صفر بوينت خمس واربعين. يعفو. سالب 45. على صفر بوينت سفر بوينت سفر بوينت سفر بوينت سفر بوينت سفر اثنين. هذا النادج الدقيق. بس هو يحب يسهل ويبسط عليكم شوية. طريقتها يعني. انت ذا تكتب 2250 حلك مية بالمية صحيح. واذا تقول سوى 2.25. بالضبط سوى 2.25. في عشرة والست الثلاثة. وبعدين يقول لك ال 25 أقربها وسويها 2.3. اهي. هذا الأسئلة مالتكم السبعة. كلها ان شاء الله حلت. أتمنى فتاعمتوها. أتمنى وضحة الأفكار مالتها. كانت أسئلة بسيطة يعني. مالتها.